اشتركوا في القناة 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 اهم ما نعرفه ان عصابة دوتش تقريبا انتهت منذ عام 1899 والعصابة تدمرت بالكامل بعد ما تم قتل اثنين من اهم المساعدين لدوتش الا وهما ارثر مورغين وخوسيا ماثيوز وتم قتل الاثنين من قبل البينكرتينز واخر التقارير تخبرنا بان بيل ويليمسين ومايكا بيل وجون مورستين وتشارلز سميث لا زالوا في امريكا بينما خافيير سكويلا المكسيكي تم التأكد بانه في المكسيك بينما مايكا بيل شوهد في بلاك ووتر وعلى الاغلب يسترجع الاموال التي سرقتها العصابة من بلاك ووتر في السرقة المشهورة طيب من هذه المقالة عرفنا مجموعة من الاشياء عرفنا انه خافيير سكويلا رجع المكسيك عرفنا انه مايكا بيل رجع لبلاك ووتر عشان استرجع الفلوس وفعلا فعل هذا الشيء لكن في نقطة حبيت يعني اتكلم عنها في المقالة قالت انه خوسيا ماثيوز وارثر مورغين تم قتلهم من قبل البينكرتينز خوسيا ماثيوز نعم تم قتله من البينكرتينز لكن ارثر مورغين لم يتم قتله من قبل البينكرتينز بل انه مات بسبب مرض السل او ممكن بالنهاية الثانية يعني اذا قتلوا مايكا بيل فمايكا بيل من البينكرتينز فممكن هذه المقالة تكون صحيحة طيب الأهم في هذه المقالة هي أن دوتش فندر ليند شهد في منطقة التول تريز بالقرب من بلاك ووتر فسؤالنا هل بإمكاننا العثور على دوتش في المنطقة؟ طبعا التول تريز متواجدة هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي وهي بالقرب من بلاك ووتر وقريبة جدا منها طبعا التول تريز منطقة خطيرة جدا ومليئة بالعصابات وتحديدا عصابة السكنر براثرز آكلين اللحوم والعصابة المجنونة هذه العصابة معروفة بأنها منتشرة في التول تريز طيب التول تريز في ردد ريديمشن 2 فيها منطقة اسمها كوشيني وكوشيني في ردد ريديمشن الجزء الأول كانت المنطقة الخاصة للهنود الحمر طبعا دوتش فندر ليند راح لمنطقة كوشيني في التول تريز في الجزء الأول عشان يستفيد من قضية الهنود الحمر ضد الجيش الأمريكي لأنه زي ما تعرفون في نهاية لعبة ردد ريديمشن اشتعلت الحرب بينهم واشتدت بشكل كبير جدا بسبب دوتش والعصابة ودوتش فعلا استفاد من هذه القضية وكون له عصابة من الهنود الحمر في الجزء الأول من ردد ريديمشن ودوتش فندر ليند أخذ منطقة الكوشيني كحص له وللهنود الحمر ولقضيتهم طبعا منطقة كوشيني في ردد ريديمشن الجزء الأول كانت مطورة بشكل كبير جدا وفيها تفاصيل وأماكن وبباني وهي عبارة عن ثلاثة أماكن لكن لو جيت لكوشيني في ردد ريديمشن تو ما رح تحصل نفس الشيء وكوشيني في ردد ريديمشن عبارة عن طريق مقفل زي ما تشوفون يعني بمعنى آخر منطقة الكوشيني في ردد ريديمشن تو لم يتم تطويرها والاعتناء بها بل إنها محذوفة من اللعبة بشكل كامل زي ما تشوفون لكن على حسب الجريدة دوتش فندر ليند موجود في هذه المنطقة ومنطقة التول تريز طيب الآن نجي للشيء الغريب وإلي أتوقع شخصيا إنه هذا هو دوتش فندر ليند خلال البحث في المنطقة طلعت علامة بيضة في الخريطة هذه هي زي ما تشوفون علامة البيضة كأنها تقول ترى في هذا المكان في أحد أو في مهمة أو في فعالية أتوقع تعرفون إش تعني هذه العلامة البيضة وكمان ما ظهرت فقط مرة واحدة وراحت بل إنها ترجع وتروح ترجع وتروح ترجع وتروح ترجع وتروح زي ما تشوفون طبعا العلامة البيضة ظهرت في المنطقة اللي ما نقدر نروحها وبين قوسين العلامة ظهرت في منطقة كوشني يعني العلامة ظهرت في المنطقة اللي فيها دوتش فندر ليند وهذا صراحة شيء غريب جدا يعني كأنه روكستار تقول لك ترى هنا متواجد دوتش وإنك تراك في المكان المناسب فأبغاكم يا الأهبيين تروحون لنفس المكان وتشوفون هل فعلا طلعت لكم العلامة البيضة هذه أو إنها لها أجواء وأوقات معينة عشان تطلع وتعرف دوتش فشاركوني آراءكم لما تروحون طيب ليش دوتش اختار هذا المكان؟ أولا بسبب موقعه الاستراتيجي وهذا الموقع أو موقع كوشني له طرق عديدة في الهرب لذلك اختاره وأيضا زي ما تعرفون دوتش اختار هذا المكان بسبب إنه قريب جدا من بلاك ووتر والفلوس اللي في بلاك ووتر واللي مخبية في المقبرة زي ما تعرفون فشي طبيعي من دوتش يعني شخص انتهت عصابته وحالته جدا سيئة فأول فكر رح تجيب باله إنه يرجع بلاك ووتر ويأخذ الفلوس ويعيش حياة جديدة فهذه هي الفترة اللي كان فيها دوتش فندرليند متخبي كان متخبي في التورل تريز لكن فعليا ما تقدر تقابله أو إنك تحصله يناديك هلا يا جون وزي كذا ما في فقط يعني بعض التلميحات على إنه دوتش موجود في هذا المكان طبعا دوتش رح يبقى متخفي ومتخبي في التورل تريز إلى المهمة الأخيرة في اللعبة وتحديدا مهمة أمريكن فينم دوتش فندرليند رح يظهر وراح ينتقم لجميع العصابة تحديدا مهمة أمريك تحديدا مهمة أمريك تحديدا مهمة أمريك تحديدا مهمة أمريك طيب هذا هو مقطعنا لليوم وفيه شفنا وفيه بحثنا عن دوتش فندرليند وتوصلنا إنه دوتش موجود في التورل تريز لكن ما تقدر تقابله فيس توفيس وما تقدر تتكلم معه وإلى آخره طيب يا لهبيين شاركونا أراكم في خانة التعليقات هل قد بحثتوا عن دوتش وهل رح تروحون للمكان اللي قلت لكم عليه أو لا طيب يبقى وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم دوتش الآن ويعطيكم هيد ويدمركم تدمير كامل ها يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة